نسبة المجموعة اللي تم استدعاءها لأن الجزئية دي كمان ناس يعني أصدقاء مقربين جدا اللي يتكلموا فيها مبارح معايا بعد ما اتكلمت في الحلقة وقلت ان فيه ظرف فيه ظرف بيعطل أو مدايق شوية جهاز فاني المنتخب وهو بيتعلق بالإصابات ففي ناس بحترمهم جدا ومقدرهم يعني يتواصلوا معايا قالوا لي ما ينفعش ان انت تقول ان المنتخب عنده إصابات المنتخب ده مش نادي المنتخب ده عنده عدد كبير جدا من اللاعبين المتاحين اللي ممكن يضمهم فانا كان ردي بسيط جدا حضرتك احنا دلوقتي كمنتخب مصر عندنا كام عنصر مصاب في خط الدفاع في خط واحد من العناصر الاساسية المؤسرة واصحاب الخبرات وعناصر ترجح كفتك بشكل واضح جدا تعالى كده واحدة واحدة اول عنصر كفء جدا هو احمد حجازي في اختلاف على امكانيات احمد حجازي ومادى تأثير غيابه طبعا لا تاني عنصر اكرم توفيق كباك رايت كان ممتاز وكان في عز مستواه لما جروا باطل صليبي في اختلاف على اكرم توفيق ما فيش اختلاف على اكرم توفيق ثالث عنصر ها الوينش اللي غايب بسبب الاقاف هل في اختلاف على امكانيات الوينش ما شاء الله الكويت اللي بلاها ليه طبعا لا طبعا لا فده عنصر ثالث مؤسر العنصر الرابع واللي كان مباشر جدا واللي ممتاز جدا واللي عمل مباراة في بدايةها كانت حلوها في مراتي السنغال واللي عمل بطولها افريقية اكثر من رائع واللي خلت الاهل يرجعه من الاعرق هو محمد عبد المنعم في اختلاف عن محمد عبد المنعم لا طيب ابرز دليل واكبر دليل على ان المنتخب متأثر بالغيابات دي ايه ان الراجل مستر كارلوس كيروش لما جي استدعي اتنين لعبين مكان الوينش تمام ومكان عبد المنعم استدعى اتنين حتى ما كانش بيفكر فيهم في بطول كاس العرب اللي هما رامي ربيعة وعلي جبر معنى هما لعيبة اكفاء ولعيبة كويسة جدا وعندهم خبرات دولية بس ده معناه ان احنا المتاح بالنسبة لنا هو المصاب والمصاب ده هو الابرز في القرى المصرية في الجانب الدفاعي اذا المنتخب تأثر بالغيابات فيه خط الدفاع تحديدا ولو وبالتحديد كمان ان كيروش اصلا اساس شغله ولعبه كله على الاتنين المساكين في الدفاع اللي بيبني عليهم اسلوبه ومنظومته الدفاعية بشكل كبير جدا ولما كمان بيعرفوا يلعبوا او يطلعوا بالقرى فبيبدا بالنسبة له عنصر مؤثر ومهم جدا في بناء اللعب اللي قدام في الخطط الهجومية فبالتالي اذا المنتخب متأثر بالغيابات وده واقع لازم نكرر به في كل الاحوال مع كامل الاحترام والتبطيل لكل الاراء المختلفة فبالتالي كل العناصر الموجودة في منتخب مصر دلوقتي رجالة رايحين وهم معهم المصريين كلهم في ظهرهم بعد ما شفنا الجمهور المصري المميز في المباراة الاولى هنا ودور المؤثر في اول المباراة وعلى مدار المباراة كلها لكن تحديدا في اول المباراة لما خطفنا الهدف الاولاني الدعوات بقى تحت كل الجمهور ده اللي كان في الملع والشعب المصري كله مع اللعبة دي ومع الرجالة دي ومع الجهاز الفني ده وان شاء الله بإذن الله حقولنا حلمنا من خلال مباراة يوم الثلاث قدام السنغال هناك في دقار اللي هلعب قدام خمسين ألف مشجع فان شاء الله بإذن الله يفرحونا ودعواتنا ليهم ومسندتنا الكاملة ليهم بإذن الله تعالى فمش وقت خالص إن احنا ننتطرك لأي أمور أو أي انتقادات أخرى ولازم ما نيجي نقيم نقيم بموضعية يا جماعة مع كامل احترام لكل القراء يعني اللي بتحاول تقول إن احنا وحشين إن احنا مش عارفين لك ده كلام يهمد ويقلل معنويات في توقيت احنا مش محتاجين فيه كده خالص محتاجين فيه بس الدعم والمسندة وبإذن الله كل أحلامنا تتحقق توي